الآن نتحول إلى أول ملفين لهذه الساعة من غرفة الأخبار فمنذ فترة تعمل السلطات المصرية بكل قوة على مكافحة شبكات الإرهاب العاملة على أراضيها لا سيما في سيناء وغربي مصر وضرب قوافل الإرهابيين التي تحاول التسلل إلى البلاد من عدة جهات لكن الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في منطقة الوحات غربي مصر تسلط قدرا أكبر من الضوء وتثير قدرا من التساؤلات بشأن أساليب الإرهابيين وتكتيكاتهم المتغيرة وطرق إمداداتهم وحجم تسليحهم وهما يطرح على الطاولة ضرورة وضع استراتيجيات مارنة لكن ناجعة للتعامل معهم والقضاء عليهم وسط صالي شرهم نتحدث في هذا الموضوع مع ضيفي من القاهرة معنا نائب رئيس تحرير الأحرام والباحث في شؤون الجماعات الإرهابية أيمن السيسي ومساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء على بازيد أهلا وسهلا بضيفي سأبدأ هنا معك سيدة اللواء على بازيد كيف يمكن وصف ما حدث في الوحات من وجهة نظر أمنية ما الذي حدث هناك؟ ما هو الجديد في هذا الهجوم؟ خصوصا بعد حصول الأمن على هذه المعلومات القيمة عن وجود جماعات هناك؟ كيف يمكن أن نوصف الذي حدث هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية عايزين نقول أن مصر بتواجه حرب شرسة ضد الإرهاب حرب فرضت عليها وعليها بتمارس حط الأساليب غدرا وأدنى الوسائل خصة هذه حرب معروفة حرب بالوكالة بتدعمها قوى إقليمية وقوى عالمية مصر مستهدفة مستهدف حاضرها ومستهدف مستقبلها لما قام الشعب المصري في 30 يونيو وأسقط للجماعة الإرهابية أسقط معها المشروع العالمي لتفتيت وإضعاف العرب والشرق الأوسط تحديدا وعليه كانت فيه سيناريوهات بديلة يوم 3 سبعة 2013 خمسة سبعة ظهر الداعش وتوابعها وداعش وأخواتها اللي بيحصل اللي هو دلوقتي الحرب بقت حربة بالوكالة حروب الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس بتمارس ضد مصر العملات الإرهابية دي بتبقى مقصود بها رغم اللي بنشوفه منها لكن هي أقلها لأن فيها حرب باسمها الحرب القوى النعمة عن طريق القوى الثقافية اللي هي بتخلق حالة إحباط بتحاول تخلق حالة إحباط وإضعاف الروح المعنوية العملات الإرهابية المقصود بها عمل فرقعة الفرقعة الإعلامية دي بتبقى لها رسالتين رسالة عالمية أن هذه الدولة اللي حصل فيها العملات الإرهابية دولة غير مستقرة وبالتالي ما تكونش جاذبة للاستثمار ولا للسياحة لتقويض الاقتصاد بهذه الدولة إحنا مصر بتحارب في جبيتين مصر يد تحمل السلاح ويد تبني عجلة التنمية بيحاولوا يعرقلوها معناها وبرضو رسالة داخلية تخويف الشعب المصري والنيل بن الروح المعنوية لو عدت معك لتوصيف الحادث لأن الحوادث الإرهابية بشكل عام كما ذكرت حضرتك هذا هو هدفها تسعى إلى التخريب وإلى زعزعة الثقة في البلد لكن في خصوصية هذا الحادث هنا نرى أن الإرهابيون لم يكونوا هم المبادرين ربما كان فيه هناك حملة لاستقصالهم من تلك المنطقة لكن الحادث كان مختلف عن بقية العمليات أليس كذلك؟ أنا أريد أن أدري مقدمة عشان أقدر أربط بها الحادث الذي حصل نفسه لإيه هذا هو أسباب أسباب أن عادة دور رياد المصر في منطقة الشرق الأوسط مصالحة حماس مع فتحة دور الدعم السياسي لمصر في ليبيا وفي سوريا وفي العراق هذا أدى إلى انكسار وانحصار الإرهاب فجدت تعليمات لهذه الجماعات أنه تعمل عمليات دلوقتي اسمها من الزقاب المنفرد جدت تعليمات تعمل لذلك خلال أسبوع يمكن تلت أربع عمليات إرهابية حصلت في مصر وده العملية الأخيرة وردت معلومات لأجهزة الأمن في مصر بأن هناك مجموعات إرهابية بتسكن في المنطقة دي منطقة الوحاد وعلى حدود الفيوم مع الجيزة وإن هذه المنطقة بتعتزم القيام بعمليات إرهابية القوات الأمنة قبل كده أجهضت ما يزيد عن 90% من العمليات التي كانت مشتهدفة عن طريق هذه العمليات الإجهاضية والعمليات الوقائية التي بتحصل معها فنزلت هذه القوات وكانت البلاغ لما وصلوا وهذا المكان حصل تبادل لإطلاق النار وطبعاً منطقة صحرحوية ومنطقة وعرة كان المفروض فيها فعلاً يكون فيه غطاء طيران لكن أنا عارفش تقدير الموخف كان إيه بالزبط عشان أقدر أحكم فيه لكن كانت فيه جماعات مختبئة في أماكن أخرى في طريق سير القافلة الأمنية حصل اشتباك وحصل فيه لو زي ما احنا شفنا وحصل تبادل إطلاق الدار استشهد 16 من أبناء الشرطة وتم تصفيت حوالي 15 واحد من الإرهابين ودلوقتي يتم تمشيط المنطقة ومحصرة كل الأماكن هي مقصود بها لفت الأنظار لكي لا نحصر في سيناء ففي بعض أماكن لأن مصر مساحتها شاسعة مصر نعيش أكثر من 100 مليون على 7% من مساحة مصر الإجمالية الجماعات التي موجودة في الجبال وفي الأماكن استجلبت أيام الجماعة الإرهابية ما حكمت مصر استجلبت وده مسلحة بأسلحة جيوش ليس أسلحة عادية أسلحة أربجي موضوع السلاح هو ما سنتحدث عنه أيضا في المرحلة اللاحقة في هذا الحوار دعني أذهب إلى سيد أيمن سيد أيمن هنا في موضوع هذه الجماعات في هذا المكان هناك من يرسم خطوط تواصل بين سيناء وبين حتى ليبيا وأن ربما من يهرب من هناك أو من يأتي هذه الجماعات الإرهابية التي تأتي من الخارج أحيانا وتتدرب في الخارج وتأتي بسلاحها أصبحت تحاول أن تتمركز قريبا من القاهرة لتنقل ربما عملياتها إلى القاهرة بشكل أكبر يعني ربما هذا الحشد هذا السلاح يشير إلى أنه ربما كان في تحضير لعملية كبيرة في القاهرة ما رأيك أنت لهذا المشهد شوفوا أنا تقديري أن اللي حصل ده هو نتيجة ثلاث عوامل أولا زي ما أشارت سيادتك أنه وزي ما قال سيادت اللو على أنه انحصار الإرهاب في سيناء بعد العملية الكبرى اللي عملها الجيش المصر عملية الإنزال في جبل الحلال التأديرات الأرقام الإرهابيين أو أعداد الإرهابيين اللي موجودين في سيناء دلوقتي قليل جدا هما ولذلك وكمان في حصار على الدخول وفي تضييق على دخول الإرهابيين إلى سيناء ولذلك هما بدأوا ينقلوا ينقلوا عملياتهم من فترة هنلاحظ إلى الصحراء الغربية وده تزامن مع الانهيار اللي حاصل في داعش الخلافات الداخلية في داعش بين مجموعة الحزميين مجموعة محمد بن عمر الحزم السعودي اللي هما التحور الأشد فتكا من داعش وده هنلاحظ يعني ده ممكن نربطه بمسألة كلام كسينجر ماذا بعد داعش يعني كسينجر تكلم على داعش ماذا بعد داعش فأنا في تقديري أن هذا متزامن مع انهيار داعش في العراق وسوريا الخلافات الشديدة بين داعش ومجموعة الحزميين والداعشيين الأخطر بقى هو الصحراء الكبرى وما يحدث فيها هذه الجماعات بعد ما تم من ضربات مطلاحقة وضربات موجعة في العراق وسوريا وبدأت من حصار الداعش يعني مثلا فيه تقدير لبعض الدول المجموعات الاستخبارية ومجموعة مراكز الأبحاث المرتبطة بالاستخبارات الدولية بتتكلم على أن فيه من 8 إلى 11 ألف داعشي كانوا في سوريا من المغرب العربي بس التقدير الكامل أنه كان فيه أكتر من 35 ألف داعشي في سوريا وفي العراق هما فين دلوقتي بدأت وأنا رصدت أكتر من زيارة لموريتانيا ومالي ونيجر أنه بدأ هذه المجموعات تنزح إلى هذه الدول فيه ناس بتروح على السودان وناس بتروح على النيجر ومالي وموريتانيا ويبدأوا يتحركوا على شمالا إلى مدينة الخليل المدينة الخليل هي قرية صغيرة لكن هي بؤرة الإرهاب والمخدرات والإرهابيين من الخليل جنوب برج باج المختار بـ 17 كيلو المدينة الجزائرية على الحدود الجزائرية منها تتوزع خطوط السير لجماعات الإرهاب التي تدخل على برج باج المختار ثم تدخل إلى ليبيا وهناك في ليبيا هنلاحظ أنه فرقة المدهوني وفرقة الدباش مليشيا الدباش ومليشيا العام غطاء الهجرة غير الشرعية هي ليست هجرة فقط هي تهريب مخدرات تهريب إرهابيين عمليات نوعية وتهريب أسلحة وبالتالي هنلاحظ أنه كمان حركة الإرهابيين في الجنوب الليبي للأسف في أزمة في دول جنوب السحراء أو دول غرب أفريقيا وجنوب السحراء أن هذه الدول ذات قوى أمنية هشة فكرة أن ضبط الحدود مش موجودة مجموعة الإرهابيين هذه الصورة وافية من أين يأتي هؤلاء وهذا العدد المخيف الذي ذكرته حضرتك وعودتهم ومحاولة هروبهم من العراق وسوريا وانتشرهم في المنطقة اسمح لي أن نعود لسيادة اللواء هنا تحدثنا عن السلاح وقبل قليل استمعنا مستوى دايما من أين تأتي ومن أين يكمل التهريب هل نوعية السلاح التي كانت مع هذه المجموعة الإرهابية كانت متوقعة أن تكون على هذا المستوى ومن أين يمكن أن تكون جاءت زي باب أقول لحضرتك في السنة التي حكم فيها الجماعة الإخوان الإرهابية استجلبوا كل الإرهابين اللي في العالم وتم إمدادهم عن طريق دول منها قطر وتركيا بأسلحة هذه أسلحة جيوش ودية اسمها خلايا نايمة وموجودة في أماكن كتيرة وبيتم رصدها ويتم تطويقها وتحجمها ولكن استهدف وفي ضربات وقائية للجماعات التي كانت لكن هما بأسلحة هذه فعلا لن أقول لحضرتك في قوة ودول بتدعمها معهم للأسف كمان كان معهم سواريخ سواريخ سام يعني العملية مش سهلة ودول بيشتغلوا باستراتيجية اسمها الإنهاك والإرباك يعني بعد ما يضرب ضربة في سيناء يجي يشغل الجيش ويشغل الشرطة ويخش وليه الشرطة بالذات لأنه عايز ينهيك إسقاط الشرطة في أي دولة معنويا حتى زي ما حصل بعد 25 يناير استهدفوا جهاز الشرطة في مصر لأنه لو سقطت الشرطة بيبدأ يتعامل الجيش عشان يبسط النظام والأمن في البلد من الجيش تدريبه قتالي وليس لديه احترافية في التعامل مع المدنيين فبالتالي يحصل لزي ما حصل حوله أمام مسبيره نعمله الحكاية بتاعت أن الموضوع مسبيره وأن المسيحيين وأن الجيش بيضرب فيهم كانوا بيحطوا سبيري على الزجاج بتاع المضرعات بتاع جنود الجيش ويضربوهم العسكري بيجري بسرعة ما بيعرفش هو راح فين ويصوروه أن الجيش بيضرب عشان يستقوا بالخارج ده مخطط عالمي ومن بداية لما النيتو دخل وضرب ليبيا ضرب ليبيا وساب السلاح ده كله السلاح بتاع الجيش اللي بي كان موجود في الشوارع تعمدوا أنه هو يبقى موجود لأن السلاح عايز يفكك أي دولة بتفككها التأكل الزاتي عن طريق الخلاف فصراع فتسليح فاقتتال فتصفية وعشان هذا السلاح يخش مصر فترة كان فيهم فلات أمني ودخل سلاح كتير ودخل تهزيل الأسلاحة وللأسف عن طريق بردو غزة وعن طريق ليبيا وعن طريق السودان كل المناطق دي دخلت منها سلاح واضح هؤلاء كيف يعيشون في هذه المنطقة يعني في سيناء كان الحديث عن أنه ربما هناك من يحاولون بالترهيب أو بالترغيب أو بشكل ما الحصول على ما يريدونه لكن في الواحات هل هناك أيضا في هذه الصحراء يستطيعون فعلا إنشاء مثل هذه المعسكرات الواحات فيه طرق ممهدة وفيه يعني مش معزولة يعني على بعد 135 كيلو جني الجيزة مسافة مش كبيرة وفيها هناك فيه سيارات بتبقى موجودة اللي هي بتاعة تحميل الزلط الرمل والحجارة وتبجير الحجارة فالمناطق دي بيبقى لهم دعميهم وعلى ما أعتقد أنه كان أزيعي أنه فيه بعض لقوا بعض فضلات المأكلات لأنهم كانوا بيمدوهم لهم أزرع موجودة في كل مكان مش هموا معزولين وده وده على ما أعتقد أنها كانت جماعة حسم اللي هي مبسقة من جماعة الإخوان الإرهابية اللي هي تولت هذا الموضوع اللي هو بتاع الوحاة فهو ده مش الإمداد لهم لأنه للأسف الشديد أننا عندنا في مصر لازال موجود خوانة ومازال موجود برضو الناس من اللي بتنعم بأمن مصر وبتأكل من خير مصر ويحمل الشر لمصر في كل المؤسسات موجودة دسة منهم ويجب تطهرها لأنهم دول خطر الحقيقي علينا اللي هو في الداخل لكن عدوك في الخارج أنت عارف ومحدد وهو واضح يمكن التعامل معه نعم سيد أيمن هنا أيضا بعد هذا الحديث عن هذا يعني الطريق الطويل لأولئ الإرهابيين الذين يتسللون ويدخلون برأيك في الهدف الآن كما ذكر سيدة اللواء هو إشاعة صورة بأنه في قلاقل من أجل ضرب الاقتصاد الاستقرار وغيره هل في رابط سياسي على ما تعتقد بما يحدث مثلا من مصالحة سيدة اللواء قال أكيد هذا ثمن لكن هل تعتقد أنه في قوى خارج في قوى خارجية ربما تدفع هذه الجماعات أيضا لزيادة عملياتها في الفترة الحالية تحديدا لأغراض سياسية يعني في تقديري أن الأمر مرتبط بالتحالفات الإقليمية والتحالفات الشديدة التعقيد الدولية في المحيطين الإقليمي العربي والأفريقي والدولي كمان ليس بعيدا كل ما يحدث عما حدث في الصومال الإمبارح أو أول إمبارح في 360 أو 358 قتيل في عملية كبرى في مخدشيو ليس بعيدا عما يحدث في الجزائر ليس بعيدا عما يحدث في ليبيا وطبعا ليبيا مسألة الربط بين هذه النوعية من العمليات وما تم في مصر من بناء خطط بناء الدولة التي تحدث على قدم وثاق وحق الرئيس عبد فتاح السيسي والجيش المصري حق إنجازات عظيمة جدا في هذه المرحلة ففكرة خطة الباك والإنهاك التي تحدث مرتبطة بليبيا كمان بقاء الحل في ليبيا إلى هذا الوقت رغم أن الأمر أسهل الشعب الليبي في غالبيته يبحث عن حل لكن استمرار هذه الأزمات في ليبيا استمرار التحالف المعقد بين لاحظ أن الفترة الأخيرة في تحالفات كثيرة تمت بين قبائل من المهربين من الأمهار والإميغاد والإفقاص في شمال مالي وفي موريتانيا وجماعة التبو والطوارق في ليبيا وتشاد والنيجر هذه حالفات مع جماعات الإرهاب أياد أجغالي ومختار بالمختار باللعور والارتباط مع المدهوني في ليبيا ومع سفيان الجومة في ديرنا هذه التحالفات المعقدة وهؤلاء الجماعات وإنشاء ميليشيات تتخذ من الهجرة غير شرعية يعني غطاء لما يحدث من تهريب أسلحة وتهريب مخدرات هذه الميليشيات وهذه الجماعات تسيطر على خطوط الصحراء الكبرى وخطوط الجنوب المصري مع الشرق الليبي كل هذه الأمور لابد أن تؤدي إلى عمليات يعني أنا تصور برضو يعني بنحذر وبنقول أنا اتكلمت الحقيقة كتير في مسألة الخطر القادم من جماعات الإرهاب الموجودة في الصحراء الكبرى وهي لو هنلاحظ أن كل المنهزمين من داعش في العراق وسوريا بدأوا يروحوا لبيا يتجمع إلى لبيا هي الخط البديل الحالي لبيا هي الخط البديل الحالي أو القاعدة البديلة الحالية لإنجاز فكرة الخلافة المزعومة نعم نعم طيب سنعود في دقيقتين أخيرا لك لنبحث هذا الخطر المهم لأنه فعلا لم يكشف لنا الكثيرون عن مصير هؤلاء الذين هربوا من معارك داعش في سوريا والعراق هذا ممر مهم الذي تحدثت عنه سيدة اللواء أخيرا أريد أن أفهم منك نقطة عملية معظم الذين أصيبوا في قوات الأمن أولا من الذي يذهب لخوض مثل هذه مثل هكذا معركة يعني أي جهاز أمن من ومعظم المصابات في ضباط هل هو فعلا يكون غالبية من يذهب لمثل هكذا عملية معقدهم من درجة الضباط مرات بأكيد إحنا عندنا بصمة وبيحاولوا برضو عن طريق بقولك القوى النعمة السقافية أنهم بيضحوا بالعساكر عشان العساكر غلابة لا إحنا عندنا الضباط أكتر هو الوفيات والذباط المستشهد أكتر دائما بتقود العمليات وأكفأ العناصر نهاردة اللي استشهدوا من أكفأ العناصر الأمنية الموجودة في كل حاجة تدريبا وقتالا ومعلومات وكل لكن دول فدوا مصر لأنه فعلا كان بيتم الإعداد في هذه المنطقة العملية كبرى في القاهرة كانت عملية كبرى القوات اللي نزلت نزلة ونسبة المخاطر تعلمها أنها نسبة عالية ونسبة كبيرة جدا لدرجة أنه بعد أهل الشهداء كانوا بيقول لهم أنهم رايحين في سبيل الله للشهادة لأنهم بيحموا بمصر وبيحموا وطنهم وبيحموا أرضهم فدوا الوطن وضعوا أرواحهم الزكية على أيديهم الطاهرة قربانا لهذا الوطن فيعني العملية كلها الحمد لله لازم أنوه على حاجة مهمة جدا أنه برضو حرب الرئيس السياسي أو القيادة السياسية عندنا فترة الأخيرة قدرت باستخدام الخبرة الاستراتيجية والأمنية لها أن نتوجه نظر العالم إلى الدول الدعمة الإرهاب والدول المغزية والحاضنة والتي بتوفر ملازات أمينة والتي بتوفر محطات وأماكن إعلامية بتبس من خلالها سمومها لنا لأن هذه الحرب المعنوية التي نقول عليها حاول إفتعال الأكاذيب وخلق الإشعاعات وخنق الشعب وتقليب على مؤسساته وخياته لأن هذا المجتهدف أنه التفكيك الذاتي لأن بعد 73 لما انتصرنا على إسرائيل قررت إسرائيل عدم المواكهة العسكرية فهذا مخطط إمبريالي عالمي تقف وراه إسرائيل وتستخدم هذه الجماعات لضرب الإسلام وضرب العناصر الإرهابية لكن كل دولة غزة انطلاق هذا الإرهاب ودعمت وجوده ستنكوب ناره حتما طيب أستاذ أيمن أختم معك في دقيقتين متبقيتين أنت ربط بين ما حصل وبين هذا الطريق وهذا التهديد الطريق الذي يأتي إلى ليبيا من ليبيا إلى وسط الصحراء في أفريقيا وبالتالي نحن أمام ربما تجربة جديدة نوع جديد من هجمات داعش هذا ما تتوقع في المنطقة طبعا أتوقع أنا رصدت في قرية الخليل شمال مالي أربع سيارات محملة بالبشر تحت مسمى لاجئين سوريين جايين إلى موريتانيا ومالي والنيجر وهم بالتحديد اللي يأتي من تنبوكتو جاوة وبسكنو وفصالة من موريتانيا أربع سيارات محملة بأكثر من ستين فرد أنا لاحظ الحقيقة وقتها أن هؤلاء حتما من العناصر الإرهابية نتيجة التعامل وشكل التعامل قضينا ثلاث ايام في الصحراء تقريبا في رحلة تهريب حجم السوريين لاحظ أنه السوريين بيجوا من مطارين من اسطنبول أو من بيروت فبحجة حتى لما كانوا يتكلموا مع السوريين البسطاء في الصحراء يقولوا نحن جايين عشان نطلع الجزائر ونهرب إلى أوروبا عبر البحر أو من ليبيا ونهرب إلى أوروبا عبر البحر فإذا كان المسافة أكبر كثيرا مما هي بين تركيا أو اسطنبول وأوروبا ومما هي بين بيروت وأوروبا فده يكون مصار للشك في سبب وقت اتخاذ هذا الطريق بالزبط وتقضي أيام في صحراء شديدة الحرارة في النهار 50 درجة ففي عمليات أنا رصدت هناك عمليات تهريب ممنهجة ومنظمة من بورج باجي المختار ومن الخليل إلى جنوب الليج اسمح لي لأن وقتنا انتهى ربما نخصص حلقة نبحث فيها فعلا هذا الخطر المهم والذي نشكرك على لفت الانتباه إليه في مرحلة ما بعد داعش أشكر ضيفي شكرا جزيلا كان معنا من القاهرة مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء علاء بازيد وأيضا الشكر الجزيل لنائب رئيس تحرير الأهرام الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية أيمن السيسي شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا